شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء أتلت إسرائيل حسن نصر الله في ساعة 2.30 نعى حزب الله بشكل رسمي أمينه العام قبل تأكيد اغتيال نصر الله طلع الخامينة إيبيان قال فيه إنه إسرائيل أصغر بكتير من إنه تأثر على بنية المقاومة وأكد الحرس الثوري اغتيال نائب قائد عمليات فيلق الإدس عباس نيل فروشان نفس الغرية اللي استهدفت نصر الله مبارح أعلنت وزارة الصحة إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي من 8 أكتوبر 1640 شهيد 1030 منهم أتلزهم إسرائيل ب13 يوم بس الغارات على الضاحية موقفت من مبارح بالليل نفذت إسرائيل أكتر من 50 غارة على الضاحية وادعت اغتيال القيادة بالحزب حسن خليل ياسين بغارة على الشياح استهدفت سيارتان بظهر البيضر وشتورة وهدد الاحتلال بإخلاق مبنى بمرجب عقلين بالشوف شباب ما حدا يجي على المرجل على بنية ديئة نايت صاروا متصلين بكذا حدا والكل سكروا عم الفيل بدون يقصفوا بنية وسيم بعجرة هاي القصف حمدون لأول مرة استهدفت إسرائيل بحمدون بالشوف كملت الغارات على الجنوب والبقع وصور وارتكب الاحتلال مجزرة بشمستار ببعلبر استشهد فيها خمس أشخاص من نفس العائلة ومجزرة تانية بطرية استشهد فيها أربع أشخاص مباشر مباشر عن جسر الكوكودي هلا منعت إسرائيل طيارة جاية من إيران أنه تنزل بمطار بيروت وهددت بأصفة بحجة منعت وريد سلاح لحزب الله فمنزلت الطيارة الإيرانية وأعلنت من بعدها لخطوط الجوية الإيرانية تعليق رحلاتها لبيروت حتى أشعار آخر